أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو ووزير الدفاع أفغالنت وزعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس معي الهنية وقائد كتائب القسام محمد الضيف وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقال مدعي الجنائية الدولية أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في طلبات مذكرات الاعتقال ضد قادة إسرائيليين مستمرة إلى يومنا هذا لدي أسباب معقولة للاعتقاد على أساس الأدلة التي تم جمعها وفحصها من قبل مكتبي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو ووزير الدفاع أفغالنت يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية التالية المرتكبة على الأراضي الفلسطينية على الأقل منذ الثامن من أكتوبر الماضي تشمل الجرائم تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب والتسبب عمدا في معاناة كبيرة والإدرار الخطير بالصحة أو المعاملة القاسية والقتل العمد ضد الإسكان المدنيين فضلا عن الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة والاتهاد وارتكاب جرائم أخرى غير إنسانية يزعم أن هذه الجرائم قد ارتكبت في سياق النزاع المسلح المستمر وكجزء من عملية واسعة النطاق ومنهجية الهجوم على السكان المدنيين في غزة بموجب سياسة الدولة ومن المؤسف أن هذه الجرائم لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا ويؤكد مكتبي أن هؤلاء الأفراد من خلال خطة مشتركة حرموا بشكل منهجي السكان المدنيين في غزة من الأشياء التي لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة خطوة المحكمة الجنائية الدولية القاضية بإصدار مذكرة اعتقال في حق مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين خلفت ردود فعلا لدى القادة الإسرائيليين حيث قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي وزير الدفاع السابق بني جانتس قال إن طلب الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت هو في حد ذاته جريمة ذات أبعاد تاريخية بينما شبه وزير المالية الإسرائيلي بيتسليل سموتريتش إعلان المحكمة بدعاية النازية وقال إن على جميع الإسرائيليين أن يشعروا بصدور أوامر اعتقال ضدهم بعد هذا الإعلان أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لبيد فادع الكونغرس إلى التنديد بالقرار واصفا خطوة المحكمة الجنائية تجاه نتنياهو وغالانت بالكارثة وزير الخارجية الإسرائيلي ياسرائيل كاتس قال إن إعلان المحكمة فضيحة ولا يختلف عن مهاجمة ضحايا السابع من أكتوبر إنه فتح غرفة حرب خاصة لمواجهة تحرك المحكمة فتحها لمواجهة المحكمة الجنائية الدولية إنها كارثة كارثة سياسية وأخلاقية لا يمكن أن يقولوا إنهم أصدروا أوامر اعتقال ضد نتنياهو ويحيى السنوار وهنية ومحمد الضيف بعد أن ذبحونا وأطفالنا في السابع من أكتوبر هنا لا يمكن المقارنة لن نقبلها ولا يمكن ذلك إنها حرب لا تغتفر ونحن نديرها ويجب أن يكون واضحا للجميع أننا لن نبقى صامتين بشأنها من بيروت ينضم إلينا أستاذ القانون الدولي ورئيس منظمة جستيسيا الحقوقية دكتور بول مرقص أهلا ومرحبا بك معنا دكتور بول بداية هذه الأحكام من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية ما قيمتها فعليا وكيف تنعكس على الأرض يعني هناك الكثير ربما من القرارات والأحكام الدولية شهدناها في الفترات السابقة ولكن لم تؤثر فعليا على سير الأحداث ولا على تحركات الأشخاص ما الذي سيتغير بعد هذه المذكرات دعيني أوضح هنا أستاذ رشا بالفعل أن هذه المذكرات مذكرات الاعتقال لم تصدر لغاية تاريخه جلمة في الأمر أن المدعي العام أمام المحكمة محكمة الجنائية الدولية الدائمة قد طلب إصدار هذه المذكرات وعلى الغرفة الابتدائية التمهدية المؤلفة من ثلاثة قداط أن تعتمد هذا الطلب وابتري توافق عليه إذا وجدت أنه ثمت احتمال واقعي وأن هؤلاء ممكن أن يتواروا عن الأنظار أو أنه من الضروري اعتقالهم لوقف الأعمال التي يقومون بها وسوها من الخطوات اللازمة والضرورية لصدور هذه المذكرات ما تصدرت وهنا أجيب على سؤالك وهو مهم جدا المفعول نعم رأينا أن الرئيس بوتين سنة الماضية قد صدرت بحقه مذكرة اعتقال لكنه لم يتأثر كثيرا قبله أيضا الزعيم السوداني عمر البشري الزعيم الليبي معمر القزافي بالتالي لكن ذلك لا يعني أن هذه المذكرات دون قيمة أبدا أولا لأنها تشكل جزء من القانون الدولي ثانيا لأنها تقيد تحرقاتهم وبالتالي يحذرون السفر وبالتالي يقيدون هذه الأنشطة والحركية التي يتمتعون بها بطبيعة الحال عندما يسفرون لأنك تعرفين أن أكثر من 130 دولة قد انضمت إلى نظام روما الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية الدائمة فضلا وهو الأمر من قبل الأخير أن ذلك من شأنه أن يقضي على ما تبقى لهم من سمعة دولية الأمر الأخير أنه يزيد من مستوى المسائلة عليهم يعني لنتصور أن أحدهم لديهم ملاحقات في الداخل لنفترض الداخل الإسرائيلي سيزداد ذلك إلاما وتأثيرا أيضا مثل نتنياهو نعم نعم طيب عندما يطلب زعيم المعارضة الإسرائيلية أو يتوقع من الكونغرس الأمريكي أن ينعقد وينادد بقرار الجنائية في حال تم الاستجابة لهذا الطلب وانعقد وندد هل يؤثر بشيء إجرائيا أتحدث في هذا القرار؟ تماما أستاذ رشاو سؤالك فعلا ينطلق من حيثية أن الكونغرس الأمريكي فيه من الأعضاء سواء الجمهوريين أو الديمقراطيين الذين سبقوا أن صاغوا مشروع قانون للضغط على الجنائية الدولية كي لا تصدر مذكرات اعتقال أما إذا فعلت فإنها مهددة بأن يحاكم أفرادها أو على الأقل أن يدرجوا على لوائح العقوبات الأمريكية وقد سبق ذلك يعني تعرفين معي أنه قد سبق أن أدرج المدعي العام السابق المدعية العامة السابقة أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بن سودا أدرجت على اللوائح الأمريكية وابتالي هذا منعها من فتح حسابات مصرفية من تحويل الأموال من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من تجميد أموال أملاكها في الولايات المتحدة وغيرها من المضايقات التي ستتعرض لها أي شخصية من المحكمة إذا فعلا شاركت بإصدار هذه المذكرات منهم القضاة الثلاث الثلاثة المدعي العام وسواهم ممن يساعدونهم يعني الأمر ليس سهلا أيضا إذا فعلا أقدمت الولايات المتحدة على هذه الخطوة فضلا عن مسألة معادات السامية التي سيتهمون بها بطبيعة الحال هل فعلا من إمكانية وفقا لوزير الخارجية أن يفتح غرفة فتح غرفة حرب خاصة لمواجهة تحرك المحكمة هل لديهم أدوات تؤهلهم أو تمكنهم من هذا الفعل على أرض الواقع هل هذا جائز متاح نعم لا أستبعد ذلك يعني هناك تصور لغرفة عمليات قانونية إجرائية عملاتية ديبلوماسية للضغط على من يمكن أن يتجرأ على إصدار مثل هذه المذكرات أو الموافقة عليها أو حتى تنفيذها لاحقا يعني إذا أيضا أقدمت دولة ما عضو في نظام روما الذي أنشأ المحكمة إذا أقدمت على محاولة توقيف أو عرقلة سفر هؤلاء المسؤولين أيضا ستتحرك هذه الغرفة غرفة العمليات هذا هو أعتقد المقصود بها ولدى الإسرائيليين قدرة على ذلك بسبب اللوبي الكبير الذي يحسنون ويتقنون حتى في ظل الأوضاع الراهنة دكتور بول يعني حتى في ظل المواقف التي باتت مختلفة ووضع إسرائيل بات مختلفا بالنسبة لهذه الدول التي نتحدث عنها حتى اليوم لديهم القدرة فعليا بأن يغيروا شيئا من حيث مجريات الأحداث بما يخص القرارات هذه أو حتى غيرها في ضغوطهم أو مساعيهم يعني التهديد بإنشاء هذه الغرفة هو بمثابة تهديد وبالتالي محاولة ضغط إضافية على القداط وعلى العاملين في المحكمة أولا ثانيا سيمكن أن تستمر هذه الغرفة أيضا في عملها كي تجهد مفعول هذه المذكرات عبر الاتصالات والضغوط واللوبهات والعلاقات وأنت تعرفين تماما مدى تأثير إسرائيل على المستوى الدولي يعني حتى تبين أنه لو لا الاتصالات الإسرائيلية واليهودية حول العالم بالجامعات والاتفاقيات التي كانت معقودة مع كبريات الجامعات لكانت الحركة المطلبية والطلابية أكبر بكثير أو ذات جدوى أكبر طبعا لن تكون تأثيرات الضغوط الإسرائيلية كما سبق بسبب السمعة الدولية السيئة جدا التي تعاني منها إسرائيل خلافا للباضي حيث كانت تصور نفسها بأنها ضحية فقط وتستجلب العطف الدولي طبعا تغير الأمر لكن ليس إلى الحد الذي يجهد مفعول اللوبي اليهودي الإسرائيلي الكبير حول العالم لسيما في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الدول الغربية أريد هنا أن أسأل عن الشكل فنيا عندما تصدر هذه المذكرات من الأسماء المذكورة أيضا أسماء قادة في حماس سواء هنية الضيف والسنوار هل تختلف هل هي في قضية واحدة يعني ذكرة الأسماء في مذكرة واحدة فلان وفلان وفلان أم أنها تأتي في شكل فردي مختلف وبالتالي التعاطي معها يكون أيضا مختلف من حيث النقد أو من حيث الحراك لإلغائها أو تغييرها هذا السؤال مهم أيضا شكرا أستاذ راشا بالفعل لأن هذه المذكرات هي مذكرات فردية وبالتالي تصدر بحق أفراد أشخاص تعرفين أن هذه المحكمة لا تحاكم دولا ولا تحاكم منظمات وبالتالي هي تحاكم أفراد وأي مذكرة أو حكم لاحقا يصدر إنما يصدر بحق الشخص نفسه الفرد ولو كان متضمنا في مستند واحد يعني كالحكم لكن هو يتعاطى مع كل فرد تبعا لمسئوليته الجرمية وللعقوبة التي تصاحب هذه المسئولية سواء كان ذلك قبل المحاكمة على شكل مذكرات أو أوامر قبض أو بعد المحاكمة على شكل أحكام بالإدانة أو سواه باختصار هذه المذكرات هل من الممكن أن تساهم بشكل أو بآخر ربما بتوحيد بعض المواقف أو التلاحم الداخلي الإسرائيلي هو بعيد عن القانون الدولي ولكن أريد أن أسأل رأيك نعم صحيح بالفعل لأنني بدأت أرى ذلك كنتم بثيتم منذ قليل التقرير الذي يقول أن رئيس المعارضة الإسرائيلية أيضا تضامن واعتبر أن هذه كارثة سياسية وأخلاقية يعني هو في مكان معين يتضامن مع نتنياهو ووزير دفاعه وبالتالي لم ينسح بالجدال الداخلي السياسي أو المعارضات الداخلية على هذه الوقفة القومية الإسرائيلية التي تعرف بأنها تضامنية في مواجهة التحديات الخارجية يأتي يوم الحساب لاحقا في الانتخابات وفي سواها من المزاحمات السياسية أما عندما نكون أمام تهديد وجودي لمسؤولين إسرائيليين بصفتهم هذه ولأنهم يخضون حربا اعتبروها أنها حرب مقدسة وتدخل في إطار الدفاع المشروع عن النفس فإن التضامن الداخلي يطغو على ما سواه وبالتالي يشكل جبهة قوية لكن هل تكون قوية كفاية لمواجهة العالم هذه المرة لمواجهة المحكمة الجنائية الدولية ومذكراتها؟ أعتقد أنها ستكون مواجهة صعبة ولن تكون سهلة كما دوما بدليل أننا رأينا إسرائيل أمام المحكمة محكمة العدد الدولية تدافع عن نفسها حتى بوجه جنوب أفريقيا هي ليست دول متقدمة كثيرا على الصعيد العسكري أو الازدهار الاقتصادي ورأيناها اليوم أيضا تقف حائرة أمام صدور هذه المذكرات بحق مسؤولها هذا تطور كبير رغم أيضا إقحام مسؤولين حماس في هذا الإطار بل على الأقل رأينا مشهدية تتعلق بالمحاكمة أو بالعدالة الجنائية الدولية التي بدأت تتحرك العبرة في الأحكام وفي الإدانات لاحقا لكن على الأقل هناك عجلة ما بدأت تتحرك شكرا جزيلا من بيروت كنت معنا أستاذ القانون الدولي ورئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية الدكتور بول ماركوس شكرا